موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين أيها الإخوة والأخوات أيها السادة والسيدات أيها الشعب المغربي الأبي هذه الكلمة أوجهها إليكم جميعا بمناسبة الزلزال الذي ضرب المغرب وترك ضمارا وترك قتلى وجرحى ومشردين فلا يسعنا إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون وبهذه المناسبة أتقدم بأحر التعازي إلى كل الأسر والعائلات المكلومة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتبتهم وأن يرزقهم الصبر والسلوان وأسأله سبحانه وتعالى كذلك أن يتقبل الموتى وأن يجعلهم من الشهداء فأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لك أصناف من المؤمنين والمؤمنات يعدون من الشهداء وذكر من بينهم من سقط عليه بيته فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم من هؤلاء وأخبرنا المولى سبحانه وتعالى أنه سيتخذ منا شهداء قال عز وجل ليتخذ منكم شهداء نسأل ربنا الكريم بحنان المنان أن يتخذ هؤلاء من الشهداء كما نتوجه إليه سبحانه أن يمنى على الجرحى والمعطوبين بالشفاء العاجل الشفاء الذي لا يغادر سقما ولا يبقي ألما ونسأله كذلك أن يربط على قلوب المكلومين الأسر التي فقدت أهلها ومتاعها وكل ما تملك فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وأن يرفع مقامهم وأن يرزقهم الصبر والسلوان أيها الإخوة والأخوات أيها السادة الأفاضل السيدات الفضليات إن ديننا الإسلامي يأمرنا بالتكافل والتعاضض والتراحم وأن نوا يواسي بعضنا بعضا وأن نكون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالصهر والحمى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبيعة المغاربة أنهم في فطرتهم وبفطرتهم يتعاونون ويتضامنون وخصوصا في الملمات وقد برهنوا على ذلك في مناسبات كثيرة والآن جسدنا أصيبت منه أعضاء وهم من جسدنا فيجب أن نتداعى جميعا يجب أن نتداعى سواء كنا في المنطقة المناطق التي أصابها الزلزال أو في المناطق البعيدة يجب أن نتداعى جميعا ونعيش مع إخواننا وأخواتنا هناك هذه المآسي فنهب لاحتضانهم ولمواساتهم ولمساعدتهم بكل ما نملك وبكل ما نستطيع صحيح أن الدولة هي المسؤولة الأولى على تقديم ذلك لكن المصاب جلل ويجب أن يتجند الجميع وهناك جوانب لا يمكن أن يؤدها إلا عموم الشعب بقربه وبحنانه وبفتح بيوته وباحتضانه فهذه مناسبة أدعو إخواني وأخواتي في عموم الشعب وعلى رأسهم إخواننا وأخواني وأخواتي في جماعة العدل والإحسان أريد منه أن يكونوا في مقدمة هؤلاء وأن يبرهنوا بتضحياتهم على أن هذا المصاب لا يمكن أن يتقاس عنه أحد وفي الختام أريد من نفسي ومن أخواني وأخواتي وسائري من يستمع إلى هذا الشريط أن نفهم الرسالة وأن نجعل ما وقع مناسبة لكي يراجع كل واحد منا نفسه وأن ينظر إلى ما ينتظره ولنعلم ونتأكد أن الدنيا ليست دار قرار ولا استقرار وإنما هي دار عبور ونعلم أن الآخرة هي خير لمن اتقى جعلنا الله وإياكم من المتقين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العامين المترجم للقناة المترجم للقناة